في أهمية المعركة بتاعت الإزاعة دي والناس قدر ما تتكلم عنها ما قدر تأخذ حقها هي الإزاعة دي بالنسبة لها نحن بتسوى وبتعني وحاجة كبيرة لكن ما حنشوف عندها غيمة إلا بيعيون قحت وبيعيون علامة دعم السريع لو كان الدعم السريع حسي هو اللي أخذ مننا زي ما عمل قبل كده الدعم السريع وهو كان حارسة أصلا الحرية والتغيير وإعلامة وإعلام الدعم السريع لو رجعت ورح تلقوهم في سقوط الإزاعة تكلموا كلام كلام عجيب تطاولوا على القوات المسلحة وتطاولوا على القيادة وما خلوا حاجة ما هبشوا وإنه كيف الجيش يفرط في الإزاعة زاكرة الأمة الإزاعة مصدر معرفة الأمة الإزاعة هي تاريخ السودان الجيش انسحب منها الجيش الجبان جيش الفلول والإزاعة وأهميته وامتداده وربطها التاريخي تكلموا عنها ما خلوا حاجة الليلة بتكلموا إعلامه في إنه الانتصار دي انتصار وهمي يعني أنت مشيت حررت رادي قاعد في طبلية بس فتحت الطبلية طلعت الرادي دي جوه وجيت ما في حاجة ضخامة الإزاعة وحجمها انت بتتكلم عن حاجة في ممكن المساحة تكون عشر عشرين أو أكثر من تلاتين فدان تلاتين فدان تلاتين فدان دي كلها مبانو تاريخ يعني وعرق فشغال الليل إنه جاء له زي صلاح مناء كتب مقال أو منشور قال جيش عمره مئة سنة فرحان إنه حرر أوضة وبيت أيوة فرحانين حررنا أوضة وبيت ما انت ما حتستوعب الحاجة دي لأنك التعادل ودعامي صغير بتكلم مع قوات المسلحة وتاريخها بالطريقة دي هو ما عارف حجم المعركة وحجمها لأنه قاعد برا لأنه ما خاض مع الرجال لأنه ما وقف مع الرجال ما عارف يعني شنو عشر شهور تقاتل وده ما فاهم فقال يا أخي جيش تاريخه مئة سنة فرحان بإنه حرر إزاعة التاريخ المئة السنة الإزاعة دي اتأخذت منه وانسحب منها وقدر استردها بعد معركة ضارية معركة الخسائر فيها مئة خمسة وعشرين عربية لكن بالمناسبة العربات السليمة فوق الخمسين عربية القوات المسلحة حسي بتعيد فيها في القوائم بدأت الغنائم حقتهم واللي هي توزعت على الوحدات المشاركة في العملية كلها مشه سلاح المهندسين هيئة العمليات ناس البراء ناس الشرطة الاحتياطة كل زول شاء له كمية من العربات بيجهزوا فيها للمعاركة القادمة معركة اتدمرت فيها عشرات العربات فيها ما لا يقل عمية قتيل من الدعم السريع الاسرة بتاعناها بالفوق المية بالمناسبة وقيادات واسماءنا القيادية حقتهم الموضوع ده حيوجعهم شديد حسي انت ما تستعجل وتسمع وترخي ادانك للقاحات الزول بتسمع له انت ما لازم يعني يعني تشوف هو بقول في شنو هو منه ذاته صلاح منا هذا اللي بتكلم معاك سياسة وبطعنه دارك تمشي معه ده زول حكم الدولة دي وفشل فيها تاريخه جاي يتكلم عن عدالة وحرية حسي هو ما جابه وفي نفس الوقت بيعترض على انه في زول يجيبه الازاعة دي لما نجيش حريره الرسالة اللي بتصلنا شنو يعني الرسالة الليلة الرسالة اللي وصلتكن شنو انه اللي زاعة تحررت الرسالة جاتكن شنو يعني كيف يا اخ الليلة استعدنا بقعة طاهرة ما عريد قلت لقى عرفة انا ما قلت لقى عرفة الازاعة وموقعه واثرة الاثر شنو انه الجيش ذاته اللي استرداها ما الدعم السريعة تطلع منها الدعم السريعة كان ممكن نطلع منها وممكن كان الصليب الاحمر يتدخل في التفاوض وتدخل الصليب الاحمر فيها في اي قضية تاني تدخل الصليب الاحمر اول قضية كان الصليب الاحمر بيفتكر انه هيحقك فانجاح هي قضية الازاعة الليلة اعلام الحرية التغيير وعلام قحف طالعين انه الازاعة ما بتسوى حاجة لا بتسوى 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 انه خلت حركة تقدم الناطق الرسمي حقها قبل ثلاثة سابيع طلع قال والله المتواجدين من الاسر في الازاعة وربعمية والدعم السريع قدم لنا بادرة طيبة وانه حيسلمهم اشترض حاجات الجيش المفروض ينفزها برعاية من الصليب الاحمر حصل ولا ما حصل يا صلاح من نعم ما تجي تقولت الازاعة دي دباء جيش فرحان بموضوع زي ده احنا ما موضوع ان احنا فرحانين انا وحوريكي معنى الازاعة ده شنو واثر الجيش انه يستريد ده شنو تدخل فيها حمدوق شخصيا حمدوق عنده تصريح بخصوص الاسراء والمعارك في الازاعة وتدخل الصليب الاحمر وانه الصليب الاحمر بده يتضلع بيدوره في السودان حمدوق لما قال انه احنا دخلنا في الموضوع بتاع الازاعة الصليب الاحمر ما عندهم مندوب هنا للأسف في السودان قام رد عليه مندوب الصليب الاحمر في السودان وتواصلت معاه غنات راديو دابنجا كلام ده ليه ممكن شهر قالوا ليهوا اتضربوا للزول وقال ليهوا ان انا قاعد في السودان وبنواصل في عملنا وشغالين وموجودين القضية بتاعتها اللزاعة الكبيرة داخل فاص صليب الأحمر والأمم المتحدة داخل فيها هدنة رمضان التقاليم مبنية علشنه هدنة رمضان اللي انت بتتهم ان الجيش ملتزم بها اللزاعة كبيرة لدريتينه الناطق الرسمي باسم الدعم السريع الليلة غير كلامه قال احنا وافقنا على الهدنة والجيش اخلى بها وافقت على الهدنة بتين اول مبارح جبنا له كلام وعمران ده قالوا ليه يا عمران اهل الهدنة كيف الجيش استرد عليكم قال انا ما بطلع من حتات استولد عليها ده الاول امس امس قال احنا وافقنا على الهدنة وافقنا على الهدنة بالليل هو عرف انه خلاص موضوعه حرك جاء قال والله يا اخي احنا الليلة وافقنا على الهدنة والجيش قام غدر بينا والجيش طبعا جيش الفلول ده ما عنده اخلاق قال جيش ما ملتزم جيش الكيزان كله في تدفيه معركة الازاع وانتصار قوات المسلحة والهزيمة الساعقة للدعم السريع اول رجل حصل في اللزاع يا سيد صلاح مناء لما الدعم السريع الليلة قال انه احنا والله وافقنا على الهدنة والجيش اخلا بيه عشان كده اتهزمنا في اللزاع انت وافقت بالهدنة مع منه قلمت منه انك موافق بالهدنة الكلام ده امبارح اول امبارح قال انا ما بطلع من حتة استوليد عليها المزيعة قتل له سيطرت ولا استوليد قال لها سيطرنا قتل له لانه مصطلح استوليد ده معناه انت دخلت حتة ما حقتك قال لها زي جيش قاعد في بيوت الناس كيف جيش يقول له يطلع من بيوت الناس كان عبارة عن زول بيوريك واجهة الدعم السريع وبوريك الاحزاب السياسية بتفكر كيف امرا امس قال احنا وافقنا على الهدنة في اخر ساعات كان عنده لقاء في العربية يا خصم على الجيش الوقت داك الشبكة ذاته مقطوعة والمعارك دي مدورة منه واحدة صباحا وترتيباته حتى لو قلنا لون انك وتوافقته ما كان حيقيفه بعد ما ضمن انه الدعم السريع حيتهزم واتحاصر قال احنا موافقين على الهدنة بعد ما قال وافقنا على الهدنة صحة الصباح اتفاجأ انه مجموحته الموجودة في اللزاع كلها وبيذت قال الجيش ابادنا وغدرنا احنا وافقنا له مبارح على الهدنة اول حاجة الجيش ادت دعم السريع مهلى 48 ساعة يوم الخميس الفات كان معينا واحد من الميدان في دائي غسان عبد الماجد قال يا اخواننا بيننا وبين اللزاع ساعات قلنا له يا غسان عبد الماجد ساعات بتاعت الجيش دي يومين قال ان شاء الله بس بيشوفوا الجيش طلع ادت دعم السريع في الميدان في قيادة ميدانية ادت الدعم السريع في اللزاع 48 ساعة عشان يسلم الدعم السريع ابا يسلم الدوهن 24 ساعة زيادة ابا يسلم حصلت الاختحام طوالي الدعم السريع قال الجيش خرب الهدنة اول حاجة دارنا نوضح للمستشار عمران ودارنا نوضح لغانات الحدث غانات الحدث يا اخي احنا منتصرين واحنا القوة واحنا السودان الفكرة بتاعتين كنتين حازوا لعادوا بتعملوا مخططات الحاجة دي انا حي ما بتحصل والشعب السوداني الواعي حي ما بتحصل والغيادة حقتنا الحية دي ما بتحصل احسن يا غانات الحدث تي ترقودوا لينا في الوقت دي حاضر وتخلوني احنا نديكم بالجزمة كويس وتفصل وتمشوا معانا انا اعلنت من جامبي هدنة من جامبك ما بتعلن هدنة الهدنة بتاعوا لن اتفاقيا عمرانيا ما بتصحب الليل تضرب غانات العربية دعيني دعيني اختي نعم اسمعوا لا اسمعوا لا لا مخاطع نعم نعم اختي الكريمة لا دعيني اوضح موقف الكيزان والفلول الذين نعم اختي ألو ايوه هل انت معي ايوه اريد ان اسمعيلي حينما لا تسمعون لنا بيصال افكارنا اختي دعيني اخبروك نعم اتفضل لقد اعلننا هدنة انا طلعت مبارح جلت في هدنة مع الجيش والجيش لم يالفلول ات من يا عمران صح الصباح كده لقى الجيش الدعم السريع بتاعوا بتبلى قال احنا دارين هدنة هدنة جلت من يا هدنة انت جلت الكلام ده قالوا في غانات العربية ويحنا ويش دخل امنا انت هس تطلع تضرب غانات العربية اسمع انا دار هدنة مع الجيش والجيش لم يلتزم قالوا من يا عزل هدنة شنو كده الهدنة كانت اتفاق عشان تبقى هدنة كان في اتفاق نتيجة شنو هدنة الحاجة دي هتجي نتيجة شنو نتيجة انت تنفس شرط طلبه منك الجيش قالك امرك من البيوت والمؤسسات المدنية والمواقع العسكرية وتمشي معسكر الهدنة دي كان فيها شروط لو نقصت واحد ما بتقوم لو مركت من البيوت ما طلعت من المستشفىات ما عندنا معك هدنة لو مركت من المستشفىات والبيوت ما طلعت من وليات الجزيرة ما عندنا معك هدنة لو مركت من البيوت والمستشفىات وولاية الجزيرة ومحطة الموية البحري وما طلعت من زالية ما عندنا معك هدنة عندنا شروط كلمة هدنة ايه تداهير مصطلح واحد احنا الدينك لهم مفرتك قلنا لك احنا بنعمل معك هدنة بنوقف النافر امرك من الحتة ادخلتها ظلما واختصابا واختدارا دي وسلاحا ابيت تعمله لما بتبلى كده صاحبك قال اسمع انا هنغزل لك النازل وأورط لك جيش الفلول انا اورط لك جيش الفلول لا اضرب لك انا تلعب دقيقة بس دقيقة طبعا العمران بيفكر ما دعامي بها دقيقة بس انا اضرب لك حاسي اضرب لك حاسي قانو اخش لك معونة زعز النشر بتاع الزعجر اختي نعم لقد اعلنها هدنة نعم نعم انا اسمعوك جيدا ايه البرهان ما اسحاس ان ده نظامه ايه الفلول المسيطري ايه والخارجية ما مختصفة انا احنا قلنا له قلت له انه هدنة الساعة كم قلت اكلمت منه في الجيش قلت تعال هنا تعال اتكلمت مع من انت في الجيش انت قلت احنا عللنا هدنة والطرف الثاني اخلى بيها معناه كان في اتفاق اتكلم معك منه قالوا كباشي شفته اخلاقه هنا في رمضان كباشي ده اخلاقه هنا الجيش براوة الجيش قال له كباشي انت الصوم ثلاثة ساعات بس لانه الاصام الثاني ده بيحرق البلد ده كباشي ده اخلاقه هنا اتكلمت مع من انت برهان ده ما فاضي شفته التلفونه ما فاضي اليوم كله في المترجمة التركي بتاعه لانه مرات بيشك في الدكتور بيقول له محمد كويس لا البرهان بيقول لك لا هو مدامكي ما عارفه شنو حرملك البرهان اخلاقه هنا ما عاعد كنت اتكلمت مع البرهان قال لك فهودنا جلال الجيش يخلى بيها عشان ضفرك في اللزاعي طلعت قلت الجيش اتفاقت ما عملي انت يا امران اخوانا ما ممكن احنا نصل مرحلة من الهوان انه زلح يطلع الجرع على الجيش والقيادة السوداني والشعب السوداني ويقول الكلام الحاجة دي ما واجعني انا لواجعني انه فيه اتنين ثلاثة بصدقه ليه يا اخوان احنا قصرنا فيشنو ما انا صرفه ده قاعد اطلع لايفات ليل ونهار قورة معاك دين معاك بل معاك اللي تدب معاك فاي حاجة معاك فيشنو يا بيه بيقصرنا الولاد ديل ما معاكم في الميديا اعلامنا ومنصاتنا الحمدلله بيقى عندنا مواقع اعلامية وفيه تسجيلات فيها صوتية زي موقع البلد ماشي كويس جريدة الكرامة ماشي كويسة حاضر لما كل الصحفيين الناس دي بيقى ما فيه نقطة بيدعدي ليه قصرنا معاكم فاي حين تسمعوا امران احكوا ليه فاي حينو يعني انا تدمن مخدرات افهم الحاجة دي في ظروف تعالى واد احكي ليه انا بوري بنتناغش فيها موضوع انا تسكر ايو افهم بطر كده من النعمة فيه ناس اه ليه تسمعوا امران ليه واحد فيكو نيجي يستدل بكلام قالوا خالي السيلي كويسة فيها الحمدابي او شبشي بالملك فيه منو فيه شنو ناقص في المجتمع مالو ده البرهان ده ما بطلع حسي بيقى طبيقون ظلط عالني فيه شنو وروني ليه بتسمعوا النازل ليه يعني زول زول ده ما تزعلوا سؤال تقول له ايه تعملت هودنا مع منو عملتها بالليل او امبارح ما كان عنده نهودنا الدعم السريح لما الاربع وعشرين ساعة انتهت وشافوا المتحركات وجيشنا قاعد يتحرك بيقى المتحرك مصور والله من يوم الخميس اي متحرك داخل اللزعة مصور اه صرفك ايه اخوارك ده متحرك بتاعب عارف اسم الرجال ايه متحركين الان ايه ايه متجهين للزعة من يوم الخميس ما في زول ما ماشي اللزعة دعمه قاعدين جوه شنو شاب كنا قالك احنا نجد الصندوق يا صاحب تجد الشنو ايه نجدلوا الصندوق الجيش الفهرات دي الجيش الفهرات جيش الفهرات انت ما تركز في اللزاعي هنا بيظهر مهنية القوات المسلحة وحرافية واحترافية القوات المسلحة وفشل وتخطيط وقيادة الدعم السريع الفرق ده اليوم الدين ما حيدعالج احنا كله معركة هنخوضها مع الدعم السريع حننتظر موضوع ده انتهى منتهي تماما هو ما قاله الشغل ده ما فهم مسئولية الجيش مسئولية نعم ما ايه معركة ناس بتقاتل ويزل بيشيل سلاح في الدنيا دي بيشيلهم للمسئولية غلط الجيش مسئولية الدعم السريع بهاجم دار يشيل غنيم تويجري ما دار يتحمل مسئولية الي يحافظ على الحاجة دي الجيش ما شغلته الكلام ده الجيش شغلته يدافع عن الحاجة دي بدون ما يلقى اي حائد دي اسمع المسئولية ما هو الشيء الكلاش ده ما كلاش واحدة جنا اسمع القربي ده والكاكي ما واحد الدعم السريع ما عنده المسئولية اللي بتخليه يدافع عن اللزاعة يموت في اللزاعة ليه يعني مالو مال تاريخ حقيبة الفن بعرف لو شوني يعني اموت في الازاعة للماذا تزهق روح الجندي وتعال دعم السريع في الازاعة لماذا هنا ما في مسئولية انا دخلت الازاعة لقيت قروش دهب اسرى ضباط فاوطة بيهم ضربتها الحياة دخلتها في جيبي ما في مبرر خليت دعامي قوات في الازاعة ما في مبرر متمسكين بيها عشان نقدر هتعمل بها شنو اللي زاعة ده إنتك دعم سريع هتعمل بها شنو هنتفاوض بها تتفاوض بها مع منو الجيش ده اطرش ما بسمع إنت الكلام ده ما دار تختنع بيه لا بيقعد معك في طربيزة ولا في فاوضك الجيش اللي انت قعدت معه في 19 ده ما جيش الـ 24 ده ما ياهو ولا غيات ولا ناسو ما انت ترسو بتحاول لك 11 شهر كلها فشلت جيشنا ده فيه مسئولية الدعم السريع ما عنده مسئولية فالدعم السريع اول من جل موضوع حصار الزاع فكر في انه يهرب اللي هو يكسر الصندوق الجيش حقنا لما نتحاصر في المدرعات 11 شهر احنا بنسب ليهم محمولة جوا يعني لما هم يكونوا قاعدين مرتاحين كده ما في تدوين يا ده بيخد تلاوين كوباية كفيترش يقوم واحد منهم كده اسمع الجو الظريف كده قال لنفتح صرفة ده وينو الناس المدرعات الله يطلع ميتينكم بنجيل لك شفت ينزال ده المدرعات ساعتين راكزين يا معلم سبوتة جد سبوتة جد من اربع اتجاهات ببلون المدرعات راكزة اخواننا ده في اللي زاعة عندهم انفاق موصلة مع بيت رئيس انا ما بقول اسمع اسمع في حياتهم جماعة ده بيجين انزالوا بالبحر ويؤكلوا شرابوا الجماعة ده داخلين بين اسوانوا في اللي زاعة كده اول بل اول الدعامة ده لمشي احتلوا حتة بيجيبوا حريموا نازل وستارلينكوا دنيتهم وعدتهم جاين يتكلوا لكن ما ما في مسئولية الدفاع على الحتة دي ما عنده مسئولية دافئ القوات المسلحة المهنية المحترفة بالدافئ لقد تهيه صرفة كلان جميل جدا تحرير الزاعة والتلفزيون والعلاب والمداد ده شغل عجيب يعني بقوات بسخر في الناس انو قدرتو ترجو الزاعة فقط وده حاجة بسيطة وهم كل هدفهم بحاول انو ببسوا احبات في مفوزة الساكر والمواتين القوات المصال لها والشعب كلوا فرحاني بانتصارات في مدرمان وان شاء الله انتصارات دي هاتي توالا يعني مية خامسة وعشرين اربيدو كلوا وبيدت في الزاعة والتلفزيون واستلام حيء يعني اكتر من خمسين عربية واكتر من مواتر يعني كلوا غنائم بتاع الجيش وان شاء الله زي بقوة انو دت الصلاة وتاري ينبلو بحقهم مس ومدر الاسراتي في الزاعة والتلفزيون نتحدث في الزاعة والتلفزيون كان بقوله في خمسة الف عصير في الزاعة والتلفزيون وطاني قالوا اها حا وين الاسر الزاعة كنتو قدت تتكلم عنه جيش الفلول دمر الاسر وفي حديث بردو انجاويد بتتكلم عنه في الزاعة والتلفزيون في الزاعة والتلفزيون وبردو موضو حدنا دير ربيدو يتكلم كثير يأخي كل مرة تقولوا حدنا حدنا والفلول ديل ما بالتزم بحدنا يعني ما بزول التزم معكم بحدنا هذا التزم بحدنا يتكلم عن جيش اندو شروط وقالا يعني ممبر جيدة كار شروط واري جدا اذا دارت التزم بحدنا ما في اي شي كلام من المفورات اول تطلب من البيوت وتطلب من دور الحكومية والمستشفيات والمدن وتجمع في اماكن محردة تلاتة معسكرات في خرطوب وطلاتة معسكرات في درفور تطلب من البيوت وحكومة جيش ستحدثنا كثير لكن ربيدو لا يتكلم كثيرا نحن بحديث إذا ابتكلم بحدنا لا يتطلب من البيوت وتطلب من البيوت وتطلب من البيوت تطلب من البيوت والمفاوضات، اما انداء لدخول من البيوت مواطنزة بقول بأن لا يتكلم بحدنا ويقعدون أن يكون تكون حكوميا بلات الواتنين ويقفون بلات الواتنين ويقوم بحياتي جميع الواتنين كانت مختلفة في المنزل لأنهم يتجب أن يتجب أن يكون يتجب أن يكون قلوبة لبنزل سنواتين في تارفور وفي القرطم وفي الجزيرة وفي كل المدن هذا مسير أم في هذا المسابق يتجب أن يكون محسن الأزاد أمام ويقولون أيضا عن تكتوك إن كنت أتحدث في تكتوك أنه يزال و التلفزيون و نعمد روانا ستقوم بأسناء و نعمد روانا و نعمد روانا لكن إنه سنتهي لك إنها السنة ساعدت على ساعة إن شاء الله نصير حليبك و نعمد روانا